بدون سابق انذار قلب انفجاران في العاصمة بغداد هدوء الاجواء دوي الانفجار الشديد وقع داخل معسكر السقر القاعدة العسكرية التي تضم عناصر من الشرطة الاتحادية وعناصر من الحجد الشعبي شهود عيان وثقوا بمقاطع فيديو تحليق مروحيات فوق المعسكر قبل الانفجارات المتتالية بدقائق الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي اخذ محمل اتهامات مباشرة للقوات الامريكية بتنفيذ ضربات في معسكر السقر خلية الاعلام الامني قالت ان الانفجارين وقع في الساعة السادسة واربعين دقيقة بتوقيت بغداد في منطقة السيدية قرب سريع بغداد الحلة تحديدا في قاعدة السقر فيما تنهي الخلية الجدل القائم بان المسببة للانفجارات الضخمة والنيران الشديدة يتمثل بارتفاع درجة حرارة الجو وسوء التخزين المعسكر الذي يضم صواريخ واسلحة وعتاد عسكرية لم تكن هذه المرة الاولى التي تعرض فيها الانفجارات المتتالية بل تعرض الانفجار في شهر اب عام 2019 حيث تسبب الانفجار انذاك باطلق عدد من صواريخ الكاتيوشة التي اوقعت قتلى وجرحة في صفوف المدنيين الى جانب الحاق اضرار كبيرة بمنازل السكان في العاصر مباشر من قاعدة سقر انفجارات قبل قليل وهس هاي نار شبت بالقاعدة الله أكبر الله أكبر در بالك الله أكبر الله أكبر